لقن رسميا لسفارة الأمريكية في العراق قال القائم بأعمالها جوي هود إن البرلمانين العراقين لا يفهمون حقيقة الوجود العسكري الأمريكي في العراق مشيرا إلى أنهم في حال فهم ذلك سيكونون أقلا دفاعا في المطالبة بخروج القوات الأمريكية من البلاد هذا الذي رفض التعليق على مطالب كوتال برلمانية بإخراج القوات الأمريكية من العراق أضاف أن البرلمانين العراقين لا يفهمون حقيقة وجود قوتنا في العراق متسائلا في الوقت ذاته هل طلبوا من رئيس الأركان المشترك الفريق الأول الركن عثمان الغانمي أن يقدم لهم إجازا عن طبيعة هذا التواجد